مرحبا و مرحبا في مرحبا أتمنى أن تكونوا جيدا اليوم سأتحدث معكم مرحبا شربة فريك أتمنى معكم والمقاطق السلام عليكم أتمنى تكونوا في أجمل أحوال هذا اليوم نقدم لكم وصفة شربة فريك نحن نقللها في المنطقة دينا تشيشا أتمنى أن تشاهدوا المقاطق في طريقة التحدير أتمنى أن أتمنى أتمنى أن أضفع 300-400 غ أبداً أتمنى أن أضفع ثم أضفع أضفع المنطقة في أطفع المنطقة أضفع المنطقة وقع الأطفع أضفع المنطقة 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 ثم أضفع المنطقة أضفع المنطقة نجول على الأطفع المنطقة أضفع المنطقة تبلغضdal اضفع المنطقة أضفع المنطقة سيبعد أن تحتوح's الرماسز لص Avi gap أضفع المنطقة وثيبًا إذا أضفع المنطقة كم يمكنوا ان أضفع نoud الأبغاني أو الفوق والاسوات قدروا تنقصوا من الكمية ملعقة صغيرة ديال السكنجبير او الزنجبيل ملعقة صغيرة ديال الخرقم او الكركم ملعقة صغيرة ديال التحميرة او الفلفل الاحمر الحلو وملعقة صغيرة ديال القصبر مطحون ونصف ملعقة صغيرة ديال القرفة وبالنسبة لملح تستعملوا على حسب الذوق والرغبة انا استعملت ملعقتين صغار واربع ملعقة كبار ديال زيت الزيتون ونضيف ايضا حوالي لتر و نصف ديال الماء و نترك الكل يطيب على رحتو حتى يطيبنا الحمص و اللحم يوصفة سهلة و سريعة أنني نحضر الكل مرة واحدة et après sur ces ingrédients je vais mettre à peu près 1 litre et demi d'eau donc je vais remplir d'eau et je mets la marmite sur le feu jusqu'à la cuisson de pois chiche et la viande موسيقى 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 وهذه هي وصفتي لليوم أصدقائي إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله Et voilà ما رسيت pour aujourd'hui mes amis si vous avez bien aimé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo اشتركوا في القناة